اشتركوا في القناة افتح لآفاق للعب في القسم الاحترافية الأول ولم لا مشاركة في كأس العالم 2019 باليابان المتأهيل في هذه المجموعة سيصعد إلى حرف أليف حرف أليف للسنة المقبلة ستكون فيه بطولة إفريقية حرف أليف وفي مسلوق المؤدات إلى تأهيل الفريق الذي سيفوز بالبطولة الإفريقية إلى المنافسة البطولة العالمية أظن أن الحضود كلها مجانب الفريق الوطني المغربي لأنه أولا قبل كل شيء الدوري يجري بالديار المغربية ثانيا الفرق الذي تواجه الفريق الوطني المغربي بالحق لا نشعل لها معلومات كبيرة ولكن أظن أنها في متناول الفريق الوطني المغربي حوالي 90% من اللاعبين المحترفين خارج أرض الوطن سيدفعوا على ألوان المنتخب المغربي في حين 10% فقط من اللاعبين المحليين لغادي شركوا في هذا الدوري وفي أتم الاستعداد في المباراتهم الأولى أمام مادة غاشقار المقررة يوم الأربعاء المقبل نحن ن childää أشخ4 وأن نتعتبر تقناة للس遊لل لأنه کورت أعباد عائلة وрутنيزة فكرة أشخفتت لمفزي ل Mensch نحن نعرف الأ Langĩans لت استتعلق خاطye الوطني المنبي ليس بركة زوجية في أن أفرام عبارة اللقاء القاصة على الأعزار اللقاء من قلية كلها إلى جيدة الحياة وهذا ما سيكون بسارة معواه وعملا على عدّر الواكر أنني أعطيب طريقة ستصادق على الوصولين المعروكين أولا لن نفسها النبو عن القربيه ونحن نستمع بحق السياة ونحن أتمنى أننا سيكون المدينة التي ستصل إلى العالم في 2019 العودة للقسم الاحترافي حلم مشروع لمحبي رياضة الرجبي بالمغرب ولكن في ظل الغياب الإمكانيات اللوجيستيكية كالمناعب ستزاد من صعوبة المأمورية ولهذا لا بد من تشجيع الأندية وفتح أفاق وفرص أمام أندية جديدة اشتركوا في القناة